اشتركوا في القناة الواجهة الوسطى وكذلك الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات هناك تنبيه اخر عن تساقط الاثولوج بداية من ليلة اليوم بكميات تترحمة بين 10 سنتيمترات لغاية 15 سنتيمتر على القمة بجبلية الوسطى وكذلك الشرقية اذا امطار معتبرة ستخص خلال يوم الغد الواجهة الوسطى وكذلك الشرقية تحت وقارعود على شكل زخات مرفوقة بحبات من برد كذلك تواصل لتساقط الامطار كذلك على المرتفعات الداخلية مع تساقط لثلوج على القمة بجبلية الوسطى وشرقية التي يزيد علوها 800 متر السحب ستنتشر على الواجهة الغربية على السواحل وكذلك المرتفعات حتى على منطقة تيندوف والحدود المالية الجزائرية اما درجات الحرارة خلال ليلة اليوم ان شاء الله تقص بارد على المرتفعات ثل درجات ودون الصفر على البيض ثل درجات العاصمة ووهران نفس المقياس على بسكر المغير وتوغورت سبع درجات على تيندوف حتى على أدرار وتيميمون 17 درجات على أقصى الجنوب اما خلال ظهيرة الغد تراجع محسوس لدرجات الحرارة تقريبا على الجر المنطقة الشمالية خاصة على الهذاب سبع درجات على السطيف قسنطينة قلمة ميلا خنشلة حتى على سوق هراس مقياس ما بين 11 إلى غاية 17 درجات على الوجهة الساحلية ثم درجات فقط على الخط الرابط ما بين أقول باتنا كذلك الجلفة وأيضا البيض 18 درجات على بسكرة عفوا على إليزي نفس المقياس على غردي وبشا 16 درجات على بسكرة 21 درجة على تيندوف 27 درجة على تامن رأسات ترتفع 33 درجة على أقصى الجنوب أما البحر خلال يوم الغد يبقى من قليل اتراب لمطر محليا خاصة على السوحي الغربية ريح ستشتد تصل غاية 50 كم في الساعة والبقية تقول إن شاء الله خلال يوم الجمعة إن شاء الله تواصل لتساقط الأمطار خاصة على الوجهة الشرقية أمطار شكل زخات بحول الله كذلك تواصل لتساقط الثلوج أقول على القمم جبلية الوسطى والشرقي التي يزيد علوها الألف متر هبوب رياح قوية على منطقة الأوراس وكذلك الوجهة السحلية الغربية بعض الأمطار غير مستبعدة على منطقة الوحات وحتى على منطقة تيندوف دائما تراجع لدرجات الحار خاصة على المرتفعات خلال يوم السبت بعض الأمطار مستبعدة على منطقة الوحات وتحسن في حال تقص على الوجهة الشمالية رمى ذلك أقول رياح ستهب بقوة على الوجهة السحلية الغربية مع تراجع لدرجات الحرارة على الشمال الصحراء خلال بداية الأسبوع القادم تحسن في حال تقص تقريبا على كافة الأرجاء الوطن على الشمال وحتى على الجنوب هبوب رياح قوية ستخص الوجهة السحلية الغربية مع درجات حرارة تطر ومع بين 6 درجات إلى 20 درجة على المناطق الشمالية وما بين 14 إلى 30 درجة وهذا على المناطق الجنوبية غرب الشمس ليوم الغد إن شاء الله الخميس على مصطوى العاصمة سيكون به حول الله في تمام السادسة و28 دقيقة مساء أشكركم على المتابعة أم سي طيبة للجميع في أمان